السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كيزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم مائدة افطار رمضانية سهلة التحضير وصحية في نفس الوقت اتمنى ان شاء الله تعجبكم وتفضلوا معي بشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركاته لأول حاجة غنحضروه هي بروات ديال البطاطا هنا عندي خمسة ديال البصلات مشحرين زيت الزيتون من السكيلو ديال الفطر اللي مشحر في زيت الزيتون وبطاطا هنا عندي كيلو مسلوق مسلوقة ام عوكة وهنا عندي خمسة ديال البيضات المقطعين والزيتون مقطع التواب اللي غنستعمل هي هنا عندي الخردل حبوب الخردل مع القصغيرة مع القصغيرة ديال القصبر القليل من الفلفل الاسود الزعطرة يهو الزعتر البري وهنا الملح تبقى على حسب الطوق هنا عندنا الخيار المخلل والفلفلة حارة سوف نخلط جميع المكونات كما تشوفو معي وغاد نخلي هاد البطاطيس على جنب انا حضرت هاد الكيمية كاملة لاننا غنستعمل غين نصف اليوم ونصف غاد نخليه حتى اليوم الغد وبالنسبة للقصبر وحبوب الخردل لما بغيتهم مش هكا صحاحين ممكن انكم تتحنوهم وغادي ندوزو باش نحضرو الطاجين لتحضير الطاجين غيخصني ثلاثة دي الفلفلات حمرين اللي زورنا اليوم القشرة شوية دي القصبور شوية دي المعدنوس وشوية دي الفلفلة دي العفوان البصلاخ الضرية توما وهنا عندي معلقة دي الكامون معلقة دي الفلفلة حمرة الملح الهريسة او الفلفلة حارة هنا عندي الزنجبيل الطري ورق الرند او ورق الغار هنا عندنا القصبور معلقة صغيرة دي الخل معلقة كبيرة دي الحامض وهنا عندي زيت الزيتون وممكن اننا نعود هاد سيرو دي الفلوغ دي الكوكو بمعلقة دي العسل غانمشي دي باش نطحن هاد الفلفلة وكننخلطو دي باش جميع المكونات باش خد ان نوجدو شرمولة دي الحوت انا غانستعمل الطون وهاد الشرمولة هادي را كتجي معا اي يعني اي نوع دي السمك الشرمولة كيجي المدق ديالها مغاير وكتجي الديد 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 بزاف لدقها عندي كتعجبوه هنا جتني شوية الشرمولة خفيفة يعني عاقدة اضفت ليها شوية من الفلفلة اللي تحنت من قبل لكن عدنا الوقت يعني ممكن انكم اه ترقدو كيفما العادة ترقدو شوية هاد الطون قبل وحتى الوقت ديال الطياب ديالو عادة باش كنا نجبدوه را كياخد هاد طويجين هاد كيوجد بسرعة كياخد عشرين دقيقة فى الطهي ديالو بالنسبة لي انا هنا بما انه عندي اللي مرسوا هاد القطع ديال الطون غلادين شوية تكشي باش غندير كل شي طيب فى مرة الى كنا عندكم قطع ديال الطون لانا الطون كي نشف الى كنا عندكم قطع ديال الطون ارقاقين يعني تكن طيبو شوية السلسة وعادة باش كنا نحطو السمك ديالنا اي طيب يعني هو هاد الطون كياخد عشرة دقايق الى كنا رقيق لك نقطع يعني قطع رقيقة سوف نحتفظ به وغنجيب طاجين غنوضع زيت الزيتون والفلفلة اللي تحنس هاد الفلفلة هاد السلسة هادي كتجي لديدة 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 بزاف تمنى ان شاء الله تجربوها وهنا بلا ما غنشحر يعني البصلة خدارية غندير كل شي طيب مرة كيجي لديدة هكدا وسريع يعني كيوجد بسرعة يعني نقدروا نحضروا هاكدا ونغطيو الطاجين ولعدنا بلاصف تلاجة نخليه في تلاجة حتى لوقيته ديال تكي قرب الفطور بشين الساعة وعادة باش كنطيبوه والحوت ديال اكترية هادا ديال الطون كي نشوف هو والسومو حتى السومو كي نشوف بسرعية لطيب نعم بزاف وهنا غدا نضيف يعني ممكن تعودو هاد المحل قد سيرو هادا بمعلقة ديال العسل او ملعقة صغيرة ديال السكر باش كن نزولو ديك الحموضة اللي كتكون لانه ضفنا الحامض ضفنا الخل باش كيجي واحد توازن في الماضاق تبا غدا نحضروا الشربة ديال السامك اللي كنتو طلبتو مني غنحتاج لها بسلخة دريا خيزون قطع وهنا عندي شعرية الصينية ديال الروز هنا عندي شوية ديال كالامار شوية ديال كروفيت وهنا عندي خمسمائة جرام ديال الشامبيون يعني الفطر ديال الفطر الأبيض ممكن تعودو بالفطر الأسود شوية ديال القصبر شوية ديال المعدنوس الزنجبيل الملح هنا عندي الهيل والقرنفل ضروري هادولي انك يعطوه واحد النكهة مميزة وورق الغار او ورقة سيدنا موسى وهنا شوية ديال ففلة حارة هنا الكوركم او الخرقم البلدي والتومان حاولوها نضيفو حد الكيميا كتيرا وغنستعمل نفس الشيء يعني معلقة صغيرة ديال هاد يعني ممكن تعودوها بالعسل وهنا عندي ذاك المال اللي طيبت فيه القشور ديال الكروفيت اللي هو القمرون وندوزو دا بالطريقة ديال التحضير هنا اضفت شوية ديال زيت الزيتون اضفت ليها هنا في البصلة خضرية اللي شفتو اللي لاحتو هنا تقريبا عنديش ثلاثة ديال البصلة مقطعين كنشحرو هاد البصلة وبعد غنضيفو لها خيزو او الجزر مقطع مكعبات غنضيف هنا الفطر اللي عصرت فيه عصير ديال نصف حامضة غادي نضيف هنا الهيل والقرنفل غادي نغطي عليه غادي نخليهم ان شاء الله عشرة ديال دقايق من بعد مرور ديال عشرة دقايق سفي كل شي وجد يعني طابو كي تلقو المال اللي لحتو وهنا غدا نضيف هادك البويون ديال قشرة ديال قمرون بالنسبة القرنفل والهيل الى كان ما اعجبكم شي بقى هاكده فلا سوب يعني ممكن طيبو في البويون في الماء ديال قمرون ديال قشور ديال قمرون ونصفه وكل شي هنا عندي شعرية صينية وورق ديال الغار ثوما والتوابي الكاملة اللي ذكرت من قبل هنا كنضيف هادشي حتى الاخير باش كيبقى النكها ديالو نبقى نحسو بها عاد الشربة هادي كتجي لديدة 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 بزاف يعني النكهة اللي كتجي فيها يعني نكهة اسيوية وغدا نضيف هنا هنا يمع الزربة نسيت وضفت القيمرون دابا هو خاستني حتى يعني حتيتي طيب يعني تنخلي الشربة خمسة دقايق حتى نطفي عليها وعادة باش كنطيبو لانه هو مسلوق ليجا هنا كنزيد شوية ديال لما سافي هنا خليتها غيك يغلى يعني غيك تطلع فيها الغلية الشربة كنحسبو عشرة دقايق عشرة دقايق صافيو كنطفيو عليها وفي هديك الملي كنطفيو عاد كن نضيفو القيمرون صافيها هي الشربة ديالنا وجدات جات لديدة بزاف والقيمرون الكلامة الكلامة ما كي ياخدش بزاف تيال الوقت في الطياب يلا طيبنا بزاف را كيولي بحلكة واتشو دوك خمسة دقايق كافية بشي طيب من خمسة حتى العشرة يعني حتى كتطلع علينا الغلية وهذا باش كنحسبو خمسة دقايق كيف ما قلت لكم هنا هدي غي سلطات ديال الباربا و الباربا و لابوكا نتبلين بشوية ديال زيت زيتون والتومة نبقاش هي الوقت باش نصور احتها هي صافي هنا البريوات اللي موريتكمش طريقة ديال الطهي باش ما نطولش بتصافي الفيديو ووريتها طريقة ديال الطي عفون لانا ديجا ووريتها في فيديوهات سابقة وصافي هات طويجين ديالنا وجد جلديد بزاف وجا طون جرطب جزوين بزاف تمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم صافي كيكون هدا هو الشكل النهائي ديال الطاولة ديالنا ديال المائدة ديال الافطار وبالنسبة للعاصر العاصر رفيغي الخيار والتمر والحامض ماشي كل شي كي عجبوه نكشيش ما صورتوش نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم يلا عجبكم كيف العادة بتنساوش الضغطو على زر لايك وتشاركو الفيديو مع الاحباب والاصحاب الى وصفة جديدة ان شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع